احتفلت الطوائف المسيحية في الأردن والعالم اليوم بعيد الميلاد المجيد ومنذ الأمس انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور لشجر الميلاد وزينة العيد إضافة إلى عبارة التهنئة التي دعت الله أن يديم الأمن على الأردن وأن تنعم دول العالم العربي بالمحبة والسلام الصورة التي نشرتها جلالة ملكة رانيا العبدالله في حسابها الخاص على الإنستجرام كانت واحدة من أكثر الصور تداولا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهي التي نشاهدها الآن على الشاشة وقد كتبت عليها التعليق التالي هذا هو الأردن وبإذن الله ومشيئته سيبقى هكذا وكنا في رؤية عرضنا يوم أمس مجموعة برامج بنسبة عيد الميلاد المجيد ونقلنا صلاة قداس ليلة الميلاد من كنيسة اللتين في مادبة وكنيسة المهد في بيت لحم وهذا ما نال استحسان مشاهدين ومنهم لارا زوايدة التي غردت عبر تويتر قائلة جزيل الشكر إلى قناة رؤية لبس قداس الميلاد المجيد من مادبة هذه هي كنيسة التي فيها أجمل ذكريات الطفولة أشكركم الأردنية إناس زيدان والمقيمة في الولايات المتحدة قدمت بدورها الشكر لرؤية قائلة صلاة العيد من كنيسة اللتين في مادبة على رؤية شكرا يا محطتنا الغالية لأنكم عايشين المغتربين فرحة العيد في البلاد كل سنة وإنتوا سالمين اشتركوا في القناة